بناء على توجهات سيادة الرئيس بأن أسوان هي عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد يمكن ده ساعد معنا كتير جداً في أن احنا نبدأ نشتغل على أرض الواقع في كافة القطاعات خليط نحل تمت داخل أسوان تغيير بنية تحتية كاملة في كافة المدن في توقيت واحد عايز أقول أن احنا عملنا إنجازات كبيرة جداً في ظل حتى أزمة كورونا واحنا اشتغلنا بلا توقف في التطوير والتحديث تم الانتهاء من 50% من ممشى أهل مصر طبقاً لتوجهات سيادة الرئيس أن ممشى أهل مصر في كافة المحافظات اشتغلنا عليها وعملنا إنجاز كبير جداً في الممشى القديم 4 كيلو والممشى الجديد 9 كيلو اشتغلنا بقوة حتى انتهينا من 50% من الممشى بالإضافة للتطوير والتحديث في دورة النيل اللي احنا وقفينه قدامها دلوقتي وحديقة السلام وميدان المحطة والسوق السياحي بالإضافة لما تم فيه جميع كورنيش النيل اللي موجود في كافة المراكز والمدن ده خلانا إن احنا نهارده نقول إن أسوان جاذبة للسياحة بشكل كبير جداً أسوان السياحة لم تقف حتى الآن نتيجة هذا التطوير والتحديث فيما يخص حياة كريمة مع التحول الرقمي مع التأمين الصحي الشامل مع التطوير اللي بيحصل في أسوان ده كله خلى أسوان قبلة للسياحين سواء داخل مصر أو من خارج مصر بالإضافة كمان عايز أقول إن كافة المحاور في خطة مصر 2030 تم تنفذها بالكامل وحالياً دلوقتي احنا بنشتغل في 2050 في نفس التوقيت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم احنا بنقول إن حصل إحلال وتجديد كامل للعربيات البيك أب اللي هي ربع نقل وتحولت إلى ميكروبصات مكيفة ده بيساعد على إن احنا بنشوف السائحين وهم بيركاب المواصلات العادية بتاعتنا تشرف في نفس الوقت اهتمينا بكافة العناصر اللي بتخدم على السياحة زي الحناطير وزي الحناطير وفي نفس الوقت مركز التدريب الخاص بالمحافظة أخدنا كافة العناصر اللي مؤسرة على السياحة وعملنا لها تدريبات ووعي والوعي ده مهم جدا في نفس الوقت برضو يمكن اهتمينا بالهوية البصرية اللي ظهرت في كافة عنحاء المحافظة في كافة المراكز في توقيت واحد تعملت على ثلاث مراحل بتوجهات من سياحة الرئيس وتنفيذت بالثلاث مراحل وده يمكن ظاهر لكافة الضيوف اللي بيجوننا أسوان وتعليقاتهم فبنقول للمستثمرين سواء من داخل أسوان أو من خارج أسوان احنا عندنا كل المقاومات اللي تخلي حضرتك تيجي ومطمئنة تماما في تسهيلات بتتم في عندنا إمكانيات سواء مواد محجرية عندنا مواد معدنية عندنا كافة أنواع الصناعات اللي ممكن تستثمر داخل أسوان بالإضافة للاستثمر السياحي وده مهم جدا في التوقيت الحالي لأن عندنا من الأماكن السياحية اللي تخلي أي استثمار سياحي داخل أسوان يجيب نتائج في أسرع وقت ممكن فاحنا بنرحب بالاستثمار داخل الأسوان وبنوعد كل من يتقدم لنا للاستثمار داخل أسوان أنه يلاقي استجابة فورية لكل المطالب